خلينا نروح دلوقتي عبر زوب من فرنسا للاعب جزائري مميز جدا جدا سفير طايدر طبعا طايدر ده لعيب مميز ويمكن لعب في أندية كبيرة على مستوى الدوري الإيطالي لعب في الإنتر على مستوى الدوري الإنجليزي لعب في ساوس هانتون وكمان على مستوى المنتخب كان من أحد أبطال المنتخب الجزائري اللي قبله المنتخب الألماني في كاس العالم 2014 لاعب زوب مستوى رائع لاعب وسط ملعب ليه أهداف كبيرة جدا وقوية جدا مع الإنتر ومع منتخب بلاد والمنتخب الجزائري طبعا بنرحب بيه عبر زوب هنا في قناة النادي الأهلي سفير مساء الخير عليك مساء الخير مساء الخير كابتن أنا سعيد بالتحدث معك لأني أعرفك جيدا ومساء الخير لجميع جمهير النادي الأهلي أعلم جيدا أن الأهلي الفريع الأقوى في أفريقيا وأتمنى أن يقدم الأهلي أداء رائع في كاس العالم القادم أمام منتيري وحظة سعيد للنادي الأهلي الأعظم في أفريقيا تايدر طبعا عايز أقولك أنه فعلا على مستوى مصر كلنا يعني غير سعاداء بخروج المنتخب الجزائري كمنتخب عربي شقيق منتخب حامل اللقب حامل لقب البطولة الأفريقية للنسخة الماضية شفت خروجه إزايش تبعت خروج المنتخب الجزائري في أكبر مفاجآت الكاف في البطولة نعم أنت على حق هذه ليست أمسية سعيدة لكل شعب الجزائر ولنك لاعبون في منتخب الجزائر للأسف ليس لدي العديد لكي أقولوا عن مستوى زملائي في المنتخب الجزائري وعلى المستوى المدرب لكن صدمة أنت تشاهد ملامحي إن كنت تشاهدني ملامح غضب لكن لدينا فريق قوي وفريق عظيم كنا أبطال ومازلنا أبطال ولدينا مباراهم في مرحلة البلاي أوف للصعود لمونديال كتر يجب أن نتحد جميعا ونحن دائما خلف الفريق وخلف المنتخب ونضعم الجميع وأولهم المدرب أريد أن تهينات أبطال الجزائر هم خرجوا لكن سيظلون أبطال ما فيه الشك طبعا جمال بالماضي أبرز المدربين في أفريقيا وحقق يمكن ريكورد كبير جدا مع المنتخب الجزائري في عدد لا هزيمة أعتقد وصل لي يمكن 30 لما يقولوني ذاكرة 30 مباراة بدون هزيمة ولكن 35 مباراة بدون هزيمة وكان دا ريكورد على المستوى كبير على مستوى عالمي شايف جمال بالماضي ومستقبله مع المنتخب الجزائري إزاي في الفترة اللي جاي جمال بالماضي أرتبط بما صداقة شخصية كبيرة بجمال بالماضي كان الفضل في خروج سفير تايدر وعرفته منذ صغر مراد الرب عظيم كل ما فعله للمنتخب الجزائري كان عظيم وكبير لكن أقول عبر قناة النادي الأهلي رسالة إلى الاتحاد الجزائري يجب الاحتفاظ بجمال بالماضي في تدريب المنتخب الجزائري لأنه شخص رائع أنا بدم طبعا صوتي لصوتك يعني طبعا كلنا زي ما بقول كانت مفاجأة لنا في الشارع المصري منتخب الجزائري منتخب عربي منتخب قوي منتخب يعني يضم العديد والعديد من النجوم على المستوى العالمي وكانت طبعا مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب الجزائري الفترة الجاية وبدم صوتي لصوتك لأن جمال بن ماضي من المدربين المميزين جدا جدا على المستوى الأفريقي خلال مشواره اللي فات طيب خليني أروح معاك لجزء آخر وهو الكرة الأفريقية بصفة عامة شايف قد إيه اللاعب الأفريقي في تطور كبير جدا جدا في السنوات الماضية ودليل على ذلك وجود لعبنا المصري العربي الأفريقي محمد صلاح كأفضل اللاعبين على مستوى العالم بل الأفضل في العالم دلوقتي صلاح تعرفت عليه في إيطاليا عندما كنت في بولونيا والإنتر وهو كان يلعب في فيورنتينا لعب كبير كوي جدا صلاح اعتبره مثال رائع للعب الأفريقي والعب العربي ويجب أن يكون كدوة للعديد من اللاعبين الأفريقي والعبين العرب لأنه قام بأفعال وأشياء خارقة في كرة القدم وجاء من اللاشاء اللي يصبح الأفضل في العالم وهذا درس يجب أن يعلمه الجميع في مصر واللعبين الأفريقي وفي الجزائر مصر والجزائر لدينا العديد من اللاعبين الرائعين هناك العديد من اللاعبين المصريين أيضا الرائعون يعجبوني شخصيا لسا فقط صلاح وتمنى المنتخب المصري التوفيق في بطولة أفريقيا القادمة أمام كوتيفوار لكن صلاح أبعث تحية لصلاح من خلالكم وأتمنى لها التوفيق في بطولة أفريقيا وأن يساعد منتخب مصر لأن مصر بلد عظيمة أكيد أنت متابع أن خلاص إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي مباراة طبعا دور الستاشر ما بين المنتخب المصري ومنتخب ساحل العاج شايف المباراة دي إزاي من خلال رؤيتك الفنية من خلال طبعا مشاهدتك لمنتخب ساحل العاج أمام المنتخب الجزائري شايف المباراة فنية إزاي وحزوز المنتخب المصري في تقطي هذه العقبة إن شاء الله هناك شيئين الأولى أن يجب أن يعلم المنتخب المصري أن كوديفور أقصد منتخب الجزائر هذه رسالة كبيرة لمن يفهمها الشيء الثاني المنتخب المصري لديها العديد من المقاومات لكي يعبر كوديفور وأتمنى ذلك كلنا نتمنى ذلك إن شاء الله لكن من خلال رؤيته للمنتخب المصري بالنسبة للمنتخب كبير وطبعا عندك خبرات على المستوى الدولي على المستوى العالمي ولعب تفقندية كبيرة شايف المنتخب ما ينقص المنتخب المصري لغاية دلوقتي من خلال البطولة الأفريقية وما يجب أن يصنعه المنتخب المصري أمام منتخب سهل العاد إن شاء الله للفوز بهذه المباراة فنيا من خلال رؤيتك الفنيا سكولتا أنا لعب لست مدرب لكي أتحدث عن الأشياء الفنية لكن إذا ما كنت تريد رأي بالنسبة لبطولات أفريقيا لعبت بطولة أفريقيا كلاعب وكنت أتمنى أن أكون مع زملائي لكن أنتم لديكم صلاح لكن يجب على المنتخب المصري أن لا يعتمد فقط على محمد صلاح لأن المصريين دائما ما يتحدثون عن صلاح لديكم عديد من اللاعبين سوبر كواليتي يجب أن تعتمدوا عليهم أيضا صحيح طبعا أنا إذا سأل سؤال شخصي ليه هو شوية طبعا سفير أنت لسه عندك 29 سنة لعبت على مستوى الخبرات الأوروبية لعبت في الميلان لعبت في ساوس هامتون وعلى مستوى المنتخب لعب أكتر من مباريات كثيرة جدا مع المنتخب الجزائري كنت لعب في كاس العالم 2014 فينك دلوقتي موجود فين والخطوة اللي جاية إن شاء الله أنا الآن متواجد في مدينة تولوز في فرنسا للأسف كنت بفاسك التعاقد مع النادي العين السعودي بعض المشاكل لم أتقاد راتبي لأكثر من سمان شهور للأسف كنت بفاسك التعاقد وقمت بإسقاط تعاقدي مع العين هناك قضية في الفيفا فوستبع وأتمنى الحصول على مستحقاتي لأني كنت وفي معهم وفايت بكلمتي مع النادي السعودي أنا الآن في ري وفي الأيام القادمة سأكون الأعمال في أحد الفرق كان عندنا في مصر طبعا أمير سعيود وقاسي سعيد من اللعيبة المميزة جدا اللعيبة على مستوى المنتقب الجزائري وعلى مستوى طبعا قدموا مستويات رائعة هنا في الدور المصري مع طبعا تطور الدور المصري بشكل أكثر من رائع بأدوري من الدوريات القوية سفير هل تعتقد أن يكون لك مكان في الدور المصري الفترات اللي جاية وتكون موجود كمحترف جزائري في الدور المصري يدحك سفير أعلم جدا أن مصر بلد عظيم الدور المصري دوري قام لكن بالنسبة لي أطبع النادي الأهلي وهناك أيضا الزمالك وهناك أيضا الفريق بيراميد لكن أنا أبحث عن مشروع سيريا مشروع جاد ويكون لي نقطة هامة في مصر وأريد أن أفوز إذا ما جئت إلى مصر يجب أن أشارك أساسي ويجب أن أشارك بصفة أساسية لكي أساعد الكرة المصرية في النهود مصر بلد عظيمة أحترمها وأحترم الدور المصري وأتمنى طبعا أن أكون يوما من الأيام في الدور المصري إذا ما قام أحد الوكالاء وإذا ما إذا ما كان هناك عقد أفضل ممن أنا عليه الآن سفي طيدر طبعا اللعب الجزائري بنشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لك إن شاء الله في مستقبلك على المستوى القروي